تستعد فرنسا لتشديد الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة كرة القدم الأولى لإسرائيل أمام مال المقررة اليوم الأربعاء وهو أول تحدي أمنى لباريس قبل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024 وسط مخاوف أمنية وتوترات جيوسياسية متصاعدة من بينها حرب غزة ويقول مسؤولون إن وحدات أمنية متخصصة ورفيعة المستوى سترافق الرياضيين الإسرائيليين من وإلى جميع المواقع والفعاليات التي سيشاركون فيها فضلا عن أنهم سيكونون تحت حماية أمنية على مدار الساعة طوال فترة الألعاب الأولمبية ونقلت صحيفة لوباريزيان عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالدو دارمانا قوله أصبحت منظومة حماية الوفد الإسرائيلي بما يشمل الفريق الأولمبية والحكام وأعضاء اللجنة الأولمبية الإسرائيلية جاهزة وقال دارمانا اليوم إنه من المقرر نشر ألف من أفراد الأمن وهذه الأعداد مماثلة لتلك التي جرى نشرها خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريق باريس سان جيرمان وبرشلون والتي أنقيمت في ملعب بارك دي برانس غرب العاصمة الفرنسية الشاباك حاضر وسيساهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي شاباك في تأمين المباراة التي سيحضرها دارمانا برفقة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج وقال مسؤول إسرائيلي إن ميزانية إسرائيل المخصصة لحماية رياضيها ووفدها بأكمله في باريس ألفان وأربعة وعشرون ارتفعت بشكل كبير مقارنة بدورة الألعاب الأولمبية في توكيو ألفان وواحد وعشرون ودعت اللجنة الأولمبية الفلسطينية هذا الأسبوع إلى استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية في رسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ واتهمت اللجنة في رسالتها إسرائيل بانتهاك الهدنة الأولمبية ومواصلة حملتها العسكرية في قطاع غزة وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل عراد في مؤتمر صحفي قبل التوجه إلى فرنسا ردا على دعوات إقصاء إسرائيل من الأولمبياد إن وصول 88 رياضيا إسرائيليا إلى الأولمبياد انتصار مخاوف من تكرار سيناريوم يونيخ وستكون مباراة كرة القدم بين إسرائيل ومالي أول مؤشر حول طريقة تفاعل المنافسين لآخرين والجمهور بشأن مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية 2024 بعد خمس عقود من مقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا على أيدي مسلحين فلسطينيين في أولمبياد ميونيخ عام 1972 ورغم محاولة الفريق الأولمبي الإسرائيلي الشعور بالإتمئنان في مقر تدريبهم الكائن بمنطقة كارواسي على بعد حوالي عشرون كيلومتر غربي باريس بدت بعض علامات التوتر ومنع المنسقون الإعلاميون للفريق الصحفيين من طرح أي أسئلة تتعلق بالرياضة وقالوا لهم كرة القدم فقط وعندما سئل اللاعبون بخصوص الجوانب الأمنية قال ثلاثة منهم إنهم يشعرون بالراحة والسعادة أثناء وجودهم في باريس وقال لاعب خط الوسط الإسرائيلي عمري جان دلمان للصحفيين جئنا إلى هنا للفوز وتحقيق إنجازات مع هذا الفريق ونحن متحمسون للغاية لدينا مهمة يجب إنجازها وقال المدرب جاي لوزون الذي قاد الفريق إلى أول تأهل أولمبي منذ 1976 إنه لا يشعر بأي قلق بشأن أجواء مباراة الليلة وأضاف ستكون الأجواء رائعة وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا الكثير من المشجعين ولا نهتم بما يدور حولنا